اشترك في قناتنا ريوش تيفي ليصلك كل جديد اولا باول اشياء عجيبة لن تجدها الا في الصين قدمت الحضارة الصينية الاف الابتكارات والاختراعات منذ القدم وحتى اليوم والتي ساهمت بشكل كبير في تغيير العالم نحو الافضل لكن الكثير من جوانب الحياة اليومية غير معروفة بل ومفاجئة هناك بعض هذه الجوانب ذكرها موقع برايت سايد وسوف نتناولها في هذا الفيديو اشياء عجيبة لا تحصل سوى في الصين الصينيون يتناولون اي شيء يتحرك تقريبا عندما يتعلق الامر بالطعام فان البازارات ومحلات السوبرماركت تقدم لائحة طعام طويلة للغاية تشمل التماسيح والسلاحف واسماك القرش والضفاضع والكلاب والقطط والحشرات واصناف اخرى عديدة لكائنات لم تتصور في يوم من الايام انها قد تنكل سراويل الاطفال الصينية تأتي بفتحة لراحة الطفل عادة ما تكون ملابس الاطفال من عمر اثنين حتى ثلاث سنوات مزودة بثقب في الجزء الخلفي منها ليتمكن الاطفال بسهولة من قضاء حاجتهم دون الحاجة الى خلع السروال كاملا في الصين لا بأس من ارتداء البيجاما خارج المنزل فليس من الغريب رؤية الناس هناك يتجولون في الشارع بالبيجاما بغض النظر عن اعمارهم وفي الصين ايضا الشعيرية بدلا من الكيك الشعيرية هي الطبق التقليدي في كافة المناسبات السعيدة الصينية كعياد الميلاد واحتفالات السنة القمرية الجديدة وحتى حفلات الزفاف تصل سرعة القطارات في الصين الى 300 ميل في الساعة بعض القطارات في الصين تصل سرعتها الى 350 كم في الساعة والغرض من ذلك هو ربط المناطق النائية في البلاد وخلق بديل رخيص وسريع للرحلات الجوية هذه لا تصدق اسمع الاحتفال بعيد الميلاد يتم مرة كل عشر سنوات في الصين يحتفن الكثيرون بأعياد الميلاد وفقا للتقاليد القديمة اول ثلاثين يوما من الحياة ثم بعد عام من الولادة ثم في العام السادس ثم كل عشر سنوات مع الاحتفالات الكبرى في الستين والثمانين عاما كما ان هناك بعض التواريخ التي يتم اغفالها تماما معظم النساء لا يحتفلن بالذكرى الثلاثين والثالثة والثلاثين والثالثة والستين للميلاد معتقلين بانهن سيحصلن على حظ سيء طوال العام اذا ما فعلنا ذلك الرجال لا يحتفلون بعيد ميلادهم الاربعين في الصين لنفس السبب في الصين يمكنك الحصول على قصة شعر سريعة في الشارع ليس هذا فقط بل يمكنك ايضا حلاقة لحياتك في الشارع لدى اي من الحلاقين الموجودين هناك في الصين ايضا هناك شرطة الاواز فعادة ما يتم استعمال الاواز في الدوريات الليلية للقبض على اللصوص الصينيين من عجائب الصين ايضا البيض الاسود طبق تقليدي شعبي هناك يتم تحضيره عبر طهي بيض الدجاج الطازج في الشاي والجير والملح والرماد والطين ثم لفه بالقش وقشر الارز ودفنه بالارض مدة ثلاثة الى اربعة اشهر قبل تناوله في الصين هناك روبوتات تخدم الناس نعم ففي كثير من الاحيان سترى في الصين الروبوتات هي من تقوم بخدمة الزبائن في المطاعم سواء من الطهي الى تقديم الطعام من الاطعم الغريبة ايضا المبتكرة خصيصا في الصين الايس كريم بنكهة البازيلا الخضراء هي من النكهات الغريبة للايس كريم لكنها صاحبة شعبية كبيرة في الصين بل ربما هي الاكثر شعبية على الاطلاق الصين تعتبر الاولى عالميا في عطلة رأس السنة حيث تمتاز باطول عطلة رأس سنة في البلد باكمله فتستمر الاحتفالات برأس السنة الصينية الجديدة مدة 15 يوما في جميع انحاء البلاد المدن الصينية تلقب بمدن الاشباح لكن لماذا؟ اسمع القصة رغم ان حوالي 30 مليون شخص يسكنون الكهوف واشقق صغيرة للغاية الا ان العديد من المدن الحديثة في الصين عبارة عن مدن مهجورة اذ تنتشر اكثر من 64 مليون ناطحة سحاب فارغة في انحاء البلاد في الصين الرياضة الاكثر شعبية هي تنس الطاولة البينج بونج وقد اعترف الفيفا رسميا في عام 2004 بان كرة القدم قد اخترعت في الصين في القرن الثاني قبل الميلاد مع ذلك فان رياضة البينج بونج هي الرياضة الوطنية للصين رغم انها اخترعت من قبل البريطانيين قبل حوالي 100 عام اشتركوا في القناة